انتشرت خلال الساعات الأوليلة اللي فاتت بالرواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن انفصال الممثلة هنادي مهنة عن زوجها الممثل أحمد خالد صالح بعد خلافات زوجية بينهم الفنانة هنادي مهنة ظهرت خلال الساعات الأوليلة اللي فاتت في حفل زفاف الفنانة بسانت شوقي والفنان محمد فراج اللي كان في أحد الفنادق الكبيرة في الغردقة وسط حضور عدد كبير من الفنانين ونشرت هنادي صور ومقاطع فيديو تجمعها بالعروسين على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ونشرت كمان في عدد من مقاطع الفيديو على صفحتها وهي بالطبل مع العروسين مع تفاعل الحضور وبعدها شركت العروسين الرأس على أغنية ستة أنا اللي حققت نجاح كبير خلال عرض مسلسل مكتوب علي بالموسم الرمضاني اللي فات لكن الغريب إن زوجها الفنان أحمد خالد صالح ما ظهرش معاها في الفرح وكان آخر ظهور ليهم مع بعض في شهر 12 اللي فات وده خلى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتوقع وانفصالهم خاصة إن الفنانة هنادي مهنة بتظهر في كل المناسبات الفنية والعائلية خلال الشهور اللي فاتت من غير زوجها أحمد خالد صالح وفي شهر واحد اللي فات اتردت برضو أخبار بتفيد انفصالهم وقتها قال والد الفنانة هنادي مهنة الموسيقار هاني مهنة في تصريحات صحفية ليه؟ بنتي عندها شوية برد صغيرين لأنها خلصت تصوير مبارح بالليل متأخر لكن هي بقت كويسة الحمد لله وما فيهاش أي حاجة والكلام عن انفصالها هي والفنان أحمد خالد صالح مش صحيح خالص ومجرد شائعات بيخة ده في الوقت اللي وضعت فيه الفنانة هنادي مهنة جمهورها في حيرة بعد نشرها صورة حديثة ليها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وهي بتظهر كأنها حامل وبعدها بكم ساعة علقت على صورتها وكتبت أنها من كواليس الحلقة 21 من مسلسلها مكتوب عليها الفنانة هنادي مهنة حققت نجاح خلال الموسم الدرامي الرمضاني اللي فات من خلال المسلسل الكوميدي مكتوب علي اللي نال أعجاب المشاهدين ونافس بقوة ليتفوق في الأعمال الكوميدية وده بالرغم من تجسدها لشخصيات متنوعة في مسلسلات نجحة منها إلا أنا فارس بلا جواز سكر زيادة وخيانة عهد خلال السنة اللي فاتت لكن شخصية سلمان اللي جسدتها في مكتوب علي أكدت فيها أنها قادرة على تكسيد شخصيات متنوعة ببرع مسلسل مكتوب علي تأليف إيهاب ليبل وإخراج خالد الحلفاوي وبطولة أكرم حسني وعمر عبد الجليل وأيتن عامر وهنادي مهنة وحنان سليمان وإسماعيل فرغالي وهلا رشدي ومجموعة كبيرة من النجوم وإنتاج المتحدة للخدمات الأعلامية وكريمة بوزكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الأعلامية وعراضته خلال شهر رمضان اللي فات قنوات دي ام سي ودي ام سي دراما ومنصات ويتشت داخل مصر وشاهد في اي بي للمقيمين خارج مصر اشتركوا في القناة